النهاردة كل المواقع بتتكلم عن الإعلان الرسمي لصفقة كهربا بالأمس مستر أحمد شبير قالك هيعلنه عن موقع الرسم دلوقتي المواقع الكبرى بتقول أن كهربا في طريقه إلى نادي الزمالك هقول لكم الحكاية من الألف إلى الياء وكافة التفاصيل والحكايات والأسرار بداية اليوم تواجد أمير توفيق مدير التعاقدات والنادي الأهلي في منزل كابتن محمود عبد المنعم كهربا وكان حاضر صديق قهربا أمح وخدوا صور التوقعات شكليا التوقعات تمت من زمان من ساعة مونك لأبو الماطي قال لكم الحكاية والرواية لكن النهاردة خدوا ايه صور شكلية كده وبتاعوا حكاية والرواية قال يعني بيمضى قال يعني بيمضى كان حاضر أحد الزمل الصحفيين طبعا مش عارف أقول اسمه لم أقولش اسمه لأن ده قراره يعني لكن الله يكرمك الله يبارك لك ده أنا بارتح لما بشوفك أبو عبد النعيم محمد ده أنا اللي بارتح لما بشوفك ربنا يا سعدك وبرك فيك أحلى مساء عليكم جميعا بإذن الله النبي يا جماعة قبل ما أخش في كهربا الناس كلها بارح سألتني في موضوع أن الإشعارات مش بتجيله سألت زملاء متخصصين في مسألة اليوتيوب وكده قالوا الناس بس تعمل السبسكرايب والجرس لو ما جالهمش يبقى ده بسبب تحديثات بتتعامل في اليوتيوب في الفترة ديت وحكاية ورواية فأهم شيء بس نعمل السبسكرايب وتفعيل الجرس ويجي لك الإشعار بإذن الله طيب نخش في موضوع النهاردة تواجد الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأهلي الرجل المحترم في منزل الكابتن محمود عبد المنعم الكهرباء في الماني لأخذ صور شكلية صور شكلية للتوقيع على العود كان حاضر أمح كان حاضر أحد الزملاء الصحفيين المقربين من الكابتن محمود كهرباء في منزله في الماني في الماني مش في مصر الأديمة مصر الأديمة سابها من فترة هو والده والدته وأخته ربنا يبرك له وراحوا شقة في الماني على النيل بعد الأحداث إياها وربنا يفك كرب فتح بإذن الله فراحوا خدوا الصور خدوا الحكاية كأخذ الرواية الخبر تسرب نزل أمير توفيق من البيت ونزل كهرباء وأمح والزميل الصحفي المحترم وظن الجميع أنهم في اتجاههم إلى النادي الأهلي وأنا منهم وبسأل الحج قال لي بص شكلهم راحين الأهلي مش راحين الأهلي والله ما عرفت يا صف المعاطر مهم أن الموضوع تم على خير وخلص وبنشكرك على قمبلة الإعلان عن عدم قيد قهرباء ورفع اسمهم من قائمة نادي الزمالك يوم 29 أغسطس الماضي قال لي ده بيسهل عين الأزمة وبيخلينا لما نخش في المشاكل القانونية بالعكس إزا مالك اللي ما أيدوش درقا مواحد هنلجأ إليه في المحكمة الرياضية الدولية بس الأول هيبقى في الاتحاد الدولي لكرة القادر فهم نزلوا الخبر من منزل كهرباء أنهم في طريقهم للنادي وأنا بلغت حتى زمننا الفاضل اللي بيتابع النادي الأهلي قلت له إلحق كهرباء رايح النادي الأهلي اطلع على هنا ويعمل مؤتمر في المركز الإعلام ده الكلام اللي كان وصلني تواصلت مع المحترم الأستاذ جمال جبر مدير المركز الإعلامي في النادي الأهلي يا جيمي يا أبو خالد بيقولوا كهرباء جايلكو في الطريق قال لي والله يا أنكل أبو المعاطي أنا في طريقي دلوقتي للبيت ولم يتم إبلاغي بهذا الأمر واستحالة ده يتم من غير ما نعرف قلت له ده بيقولوا هيعمل مؤتمر في المركز الإعلامي بالنادي الأهلي قال لي برضو ده لو هيتم كان يبلغني كابتن أمير توفيق قلت له طيب هل تواصلت مع أمير توفيق قال لي قبل ما مشي بالنادي تواصلت معاه وقال لي صعب يبقى فيه حاجة النهار يبقى ده قصة قصة الكلام عن الإعلان عن الصفقة رسميا ووصول كهرباء إلى النادي الأهلي حاولت قبل ما أطلع أتواصل مع كابتن سيد عب حفيز من دور الكرة في النادي الأهلي فهو كان يبدو أنه كان بيصال المغرب أو داخل على الصلاة المغرب فكانسل وممكن نجيبه إن شاء الله خلال اللايف حسب تسهيل ربنا لكن المؤكد أن صاف القهرباء تمت رسميا وهذا الانفراد الآن بقى كل واحد يطلعه قال لي قال لي انفراد أنا قلت أنا عملت أنا زويت حتى بعض المزعين الذين لا يجرؤوا لا يجرؤوا ولم يجرؤوا على متابعة أحداث كهرباء على شاشته لأسباب ما يعني هما ما يقدرواش يواجهه مرتادة ما يقدرواش يواجهه مرتادة بقولي بجيب من الآخر دلوقتي بقولك احنا انفرادنا واحنا عملنا واحنا سوينا رغب من العبد لله في بداية الأزمة قال القعدة الحسيمة وقلت عارف التفاصيل دي من والد كهرباء الحاجة عملنا من ربنا يدروا الصحة والعافية لجلسة أمير توفيق وسيد عبد الحفيز وكهرباء واحمد يح ووضع السيناريو من قبل ما يروحوا تركيا ومن قبل ما يروحوا فين البرتغال فعادي الناس تقولك احنا انفردنا واحنا ما انفردناش واحنا اجدع ناس رغم ان هم موزعين كبار يعني مش هيزدهم الموضوع لكن الجمهور هو اللي فاهم الجمهور اللي بيبعتلي ويقول لي شافي وانكل ده بيقول كذا 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 ده ما كانش يقدر يناقش الموضوع خوفا ورعبا من مرتدى منصور ان هو يخش ايه يقلم له على الهواء او يخش في الساعتين الايجار اللي هو واخدهم يشتموا او يهاجموا حاجة بالشكل ده فالفكرة احنا متابعين الملف والقضية من الاول بفضل الله بفضل الله بفضل الله وكرموا علينا ثم لما جي موضوع رفع اسمه من القائمة وتسربت اليه المعلومة قلت يا نهارا بيد مش ممكن لو كان امير مرتدى يرتكب هذا الخطأ الجنوني ولا يمكن لمرتدى اصغر مؤلف قانون رغم ان القانون ما بتقلفش يعمل الموضوع ده فتأكدت بطوله جنعدة منها منها رفع اسمه يوم 29 اغسطس ايدوه وبعين رفعوا اسم رفع الله يخليهكم ده الشياكة دي بعض من عندكم ده احنا بنتعلم منكم اصدقائنا المحترمين كلهم يعني فالله مصدرس ان ايدوه وبعين رفعوه فده بيعمل يعني ايه انه القائمة اولى مش موجود يبقى كاينك انت استغنت عنه طب انت رفعت اسمه ليه برضو خبير قانوني قال لي حاجة مهمة جدا قال لي رفع اسمه حتى يبعد عنه العقوبة بتاعة التزوير قلت له يا ابن ايه انت مخك شيطان انت راح للحتة دي قال لي صدقني رفع الاسم من القائمة عشان لما تيجي العقوبات ما يبقاش هو زور في توصيق العقد قلت له بس هو مش هيسيب حقه هيدافع عن حقه قال لي يدافع اه لكن يجي في الحتة دي يقول ان اسمه مرفوع ممكن يجي في الاخر ويخلع من الموضوع ماشي او يقلل العقوبة عليه قلت له طيب ممكن تسألنا خبير دولي حد بقى من اسرة الاعداد محنك وله علاقة بقضايا الزمالك قال لي اوي اوي انكل زمينا فريق الاعداد يعني سأل مين سأل الاستاذ نصر عزام محام الزمالك الدولي الصابق والخبير الدولي في اللوائح والمحكم الدولي والمحكم بحب اجيب لكم المعلومة وان قلت له يعني فريق الاعداد قال له يعني تسمح لنا يا سيد نصر نقول الاسم قال له الاسم تبتتعامل معايا كنصر عزام الخبير الدولي في اللوائح والمحكم الدولي والمحام الدولي فمن حق ان انا اقول رأي قلت الناس كلها قلبها جمد على مرتادة ما بقيتش خايفة من مرتادة ما بقيتش بعض زي زمال قال ايه بقى قال ان واحد لا عقوبة على النادي الاهلي نهائيا مهما كانت القرارات ده نصر عزام معامل زمال السابق والخبير الدولي في اللوائح قال له عقوبة على النادي الاهلي مهما كانت المواقف قلنا له طب ايه اللي يجيب سرة عقوبة الاهلي قال لك عقوبة الاهلي النادي اللي ايد الاول مين ده ممكن يعتبر انه ساعده على الهروب فلو في حاجة بالشكل ده هياخد النادي ايفيش البرتغال انه حلو طيب حاجة تانية قال ان الزمالك لا يملق قانونا منع قيد كهربا بعد حصله على البطاقة الدولية فبالتالي رفع اسمه ما كانش يمنع القيد لكنه يمنح قوة لللاعب وموقفه وإدارة النادي الاهلي المحترم او للنادي الجديد اللي جاي ليه خلاص تأيد تأيد حاجة تقدر بقول يا جنين وعملت وبيعت الزمالك هما دول المتزملكين هما دول البذنجانين انت رفعت اسمي يا بابا من القائمة خلاص يتأيد بسهولة شديدة جدا 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 قال ايه تاني قال ان في حالة حصلت في تاريخ الكرة العالمية ممكن تخلي اتحاد الكرة أدبيا يمنع كهربا من اللعب لكن القرار ده ليس اجباري عليه ولكن يعني القرار ده يعني ده لو احنا عايشين في المدينة الفضيلة ايه القرار قال لكن الويس فيجو نجمل برتغال الشهير وقع في 95 لنادي يوفونتوس ونادي نابولي في ايطالي كان قرار الابتعاد الايطالي منع منع لعبه في ايطاليا لمدة موسمية يعني لنادي ده ولا لنادي ده قال ده طبعا ما يحصلش عندنا لكن يعني ده لو المثالية واخد حقه لو المثالية واخد حقه قال لكن لا توجد سلطة قانونية تمنع الاهل من قيد قهربة لو سلطة ادبية ده موضوع تاني حد قال له يا جماعة والنبي بلاشس لقهربة والاسد هيزعل وهيجنن وهيهيج ومحدش هيليحه ده موضوع ده الاهل ماشي بنفس هادي زي ما قال الوضع كهربة في الاول على الهادي يا زبادي فقال ان ده جزئية ما يمكنش انها تحدث في مصر وقانونيا الاهل لا يملك زمك لا يملك منع خط كهربة ولا اتحاد الكور ده مين اللي بقول كده نصر عزاء لأحد زملائنا فريق الاعداد وقال له هنك لابر معاطي هيقولها وحيقول اسمك قال له يقول انت بتعامل معاك خبر لوهي حالمي الموضوع الكس هنا مش ان انا بتاع الزمالك الزمالك عاوزنا اهلا واسهلا مش عاوز خلاص وبعدين الزمالك في القضية دي لجأ للأسباني اهلا واسهلا ماشي فده بالنسبة لموضوع كهربة وقيده موضوع كهربة وقيده والخير وما شهد به مش الاعداء المنافسين لان الاستاذ نصر عزام منافس لما بيمسك قضايا الزمالك بقى منافس للأهل فقال كلمة الحق اذا كهربة اهلاوي مية في المية توقيع عقده سليم مية في المية الدنيا كلها لا الراجل بيقول لي هو وليدي التوكل بيقول لي ده ديني باجيو بيقول لي ديني باجيو مش لويس فيه يعني نصر عزام ناسي لا عليه والأستاذ وليد بتوكل ده فريق اعداد الأستاذ عمر أديب الله اهلا بيك يا أستاذ وليد مش عرفني ومنورني وعلى رأسي من فوق يا أستاذ وليد وقول لي الأستاذ عمر أديب يقول لي أن أونك لابو المعطة صاحب انفراد كهربة مش أي حد يجيبه على التليفون ويقعد يفتي ويقول لك تسرب إلينا نمى إلى علمنا العيال دي كده يعني بزعل منها والله رغم أنهم أخواتنا الصغيرين لكن صاحب لانفراد أونك لابو المعطة لما طلعت قلت له إيه لخي بتملت فاكرين اللقطة دي لإني ما تخيلتش أن يصل هذا الغباء الإداري لا نسوب بأشخاص وإنما نسوب بموقف وحال وبالمناسبة ننتقل من قهربة إلى تدعيات قهربة في الزمان مرتضى منصور عاوز يمشي أمير مرتضى أحمد منصور من الإشراف على قرات القدم وأمير رافض قال له بعد يا أمير عن الزمالك في الوقت ده الدنيا خربان قال له مش ماشي أهو وليدي التوكري بيقول لي عامر عارف أنك أنت صاحب الانفراد ده سلمنا على سوز عامر عديم أستاذنا الكبير الإعلام الكبير اللي متقلق ومبدع نجمي التوكشو الأول في مصر وأنا نجمي الفيديو الأول في مصر سلم عليه تنور الدنيا أستاذ عامر والله نتشرف بيك هو ده أستاذ عامر أديم هو اللي فرم محمد علي هو اللي عرف يوضح كل الحقائق هو اللي عمل حلقة تاريخية بتاعة محمود السيسي اللي الناس قال لك ابن الرئيس بيعمل والآخر طلع له لقب الرئيس وله لقب ابن الرئيس وناس عاملة سلسلة صيدريات مع نفسها وعيشة مع نفسها وتشبه أسماء فعشان كده الأستاذ عامر راجل بتاع الصحافة وجورنالجي على المستوى الإعلامي رائع أهلا بيك يا أستاذ عامر خشت بسرعة عشان تتابع اللي في اللا فالأستاذ عامر أديم له كل التحية وكل التقدير ولمدام لمس الحديد وكل التحية والتقدير وساعدنا جدا بعودتها إلى قناة العربية والعمل الإعلام خلينا في موضوع